وكان نحو ألف متظاهر معظمهم من الطلاب تقدموا باتجاه صفوف الشرطة في ميدان كيزيلاي بوسط العاصمة وهم يرددون هتفات تطالبوا باستقالة أردوغان وفي العاصمة التركية أنقرة تجمع المتظاهرون خارج مبنى السفارة الأمريكية صباح اليوم في إطار الاحتجاجات التي تعاموا البلاد وقد حاولت الشرطة تفريق التظاهرات باستخدام خراطم المياه والغازات المسيلة للدموع ترجمة نانسي قنقر